من أشكال الزواج التي شاعت في بعض المجتمعات حتى المسلمة مؤخرا الزواج تحدثنا عن زواج المتعة هناك ما يعرف بزواج المسيار هناك ما يعرف بالزواج العرفي هذا أيضا تحدثنا عنه فضيلة الشيخ أي هذه العقود تصح شرعا وأيها لا بالنسبة الزواج المسيار داخلهم في الشروط في النكاح لأنه يشترط مثلا يشترط عليها لا قسمة أو لا مبيت فإذا شرط أن لا دخول شرطة لا دخول أو شرط هو أن لا صداق أو أن لا نفقت فهذا الشرط باطل حرام ولا يلزم به شيء يكونوا حراما وهم بمثابة الزانيين كذلك إذا كان الشرط أن لا يعلم بذلك أحد فهذا ذكرنا أنه داخل في نكاح السر الذي ذكرنا الخلافة فيه بالنسبة للنكاح العرفي هو النكاح في أصله كله عرفي بمعنى إذا ثبت بولي وشاهدين وصداق وترتبت عليه الحقوق كلها فحينئذ هذا الذي يسمى عرفي نعم هذا الذي يسمى عرفي أما الذي يحدث في السر هذا لا لا هذا النكاح السر الذي فيه يضاع الحقوق وليس فيه تأكد من الشهادة ولا حضور مشكلة وبالأخص أن الناس يستعملون له التقنيات اليوم فيقع عقد النكاح بإشهاد عدليني واحد في أمريكا واحد في اليابان بالتلفون فقط سواء كانت مرئية أو مسموعة هذا عبارة عن إضاعة الحقوق بعض الزيجات يشترط فيها التأقيد أو التوقيت بها تكون مثلا زيجة خلال سفرة دراسية فإذا انقضت سنوات الدراسة انتهى هذا الزيج إذا كان ذلك مشروطا فهو عقد الذي يسمى بالنكاح المتعة وهو محرم وقد تكرر فيه النسخ حرم ثم أذن فيه ثم حرم وهو من أربع مسائل تكرر فيها النسخ ولذلك هو حرام ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولا يلزم به شيء وأما النكاح بنية الطلاق كان يتي الرجل إلى مدينة يريد فيها تجارة أو دراسة أو علاجا ويتزوج وهو ينوي أنه إذا خرج من هذه المدينة سيطلق فهذا النكاح صحيح ولكنه ليس مروءة لأنها لو علمت لما رضيت في الأصل إلا إذا كان قد أخبرها فإذا أخبرها يكون نكاح المتعة وحرام لكن إذا لم يخبرها فهو النكاح بنية الطلاق وهو مباح ويرزم به النسب ويرزم به الحقوق كلها ولكنه منافل لمرؤة النكاح بنية الطلاق مباح نعم مباح ويرزم به كل شيء يقع به التوارث يقع به وجوب الصداق بنصف الصداق إذا طلق قبل المسيس أليس هذا غريبا بعض الشيء فضلت الشيخ إذا تزوج بنية الطلاق مباح وإذا أخبرها صار حراما نعم إذا أخبرها لأنها هي رضيت فيكون اتفق على النكاح مؤقت والنكاح لا يحلو أن يكون مؤقتا لكن إذا كان أحد الطرفين طب أليس هذا غررا بالزوجة أن لا تدري هو لا يدري هو نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر بمجرد العقد الدخول قد يتعلق بها فلا يطلقها أبدا هذا من الأمور الغيبية فإذا نوع أنه سيتزوج ولكنه ينوي الطلاق في المستقبل لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لذلك كان العقد صحيحا وليس عقد متعة ويلزم به كل شيء يلزم به التوارث ويلزم به إذا حصل الطلاق قبل المسيس نصف الصداق المسمى وإذا حصل الطلاق إذا حصل الطلاق بعد المسيس لازم الصداق كاملا فضيلة الشيخ يعني بعض الزيجات تقوم على منفع متبادلة بين الطرفين بعض الرجال يقدموا على زيجة مثلا مثلا يعني كما كان يحدث لتدعيم سلطانه في دولة قبلية فيتزوج من هذه القبيلة وتلك القبيلة أو ليحصل على جنسية البلد أو ليحصل على جنسية البلد ما حكم هذه الزيجات إذا كان الزيجال أي هدف آخر مثل هدف المتعاهد هدف الولد ما لا حرج في هذا لكن فقط لا بد أن يكون الزواج غير السوريين وأن يكون حقيقيا يترتب عليه أحكامه من الصداق والدخول والنفقة والسكناء إلى آخره